موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدينا كلنا نشوف الجهود اللي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها وجهاتها الأهلية الكل قاعد يقوم بعمل على أكمل وجه يعني يبرز دوركم أنتوا في التحلي بالصبر والالتزام لأن هالشي مشاهدينا هو اللي بيصنع الفارق استمرار تصدي الفريق الوطن لفيروس كورونا أمر يبشر بالخير لكن لازم ما يخلينا نتهاون وانتساهل لأن نحن قاعدين نتعامل مع فيروس فالأخذ بالاحترازات والحيطة والحذر أي اللي بتحول واقعنا للأفضل في هذه الفترة لله الحمد البحرين دائما تراهن على وعيكم وعلى التزامكم والدليل نسبة المتطوعين اللي زادت عن 30 ألف متطوع والعدد كذلك فيه تزايد التزامك بالبقاء في البيت وهو شكل من أشكال التطوع اللي بيحمي حاضر ومستقبل مملكة البحرين حياكم الله في الرأي مشاهدينا الجهود اللي يعني تبدل من مختلف الجهات الجبارة في مختلف المجالات من أهمها مجالات التطوع وجهود جمعية البحرين للعمل التطوعي كبير ومتنوع معاي في الاستوديو الأستاذ عبد العزيز السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي مساء الخير أستاذ مساء النور أستاذ أهلا وسهلا حياك الله أهلا وسهلا فيك يعني دوركم مشكور طبعا في الآونة الأخيرة وتزامن كذلك مع كل مجهود أبناء البلد بمختلف طبعا القطاعات يعني قدمت عدد كبير طبعا من الأدوار قدمت عدد من المبادرات خلنا نتكلم بشكل تفصيلي عنها طبعا في البداية نحب أن نتقدم جزيل الشكور والأمتنان لغيادتنا الرشيدة ولسمو الأمير سلمان بن حمد رئيس الفريق المشري فريق البحرين وكل الجهود والسواعد التي في الصفوف الأولى العاملة في محاولة الغضاء على انتشار هذه المرض طبعا جهود الجمعيات التطوعية أولا من باب الواجب الوطني نعم واجب كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة على هذه البلال المباركة نعم أن لازم تكون الجهود مواكبة وفي شراكة مع الجهود الرسمية لا بد أن تكون هناك شراكة مجتمعية صحيح بين الجهود الرسمية والأهلية وهذا ما تتميز فيه مملكة البحرين من خلال التجاوب الكبير الذي رأيناه 30 ألف متطوع عدد مبسهل لما يقاس بحجم سكان البلد وبحجم الفئة الشبابية نرى 30 ألف رقم كبير صحيح وهذا شيء مقدر أكيد ورقم تحسب في الحصائيات الدولية بأنه نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان صحيح وهذا شيء جدا يعني شيء طيب جمعية البحرين للعمل التطوعي بدأت منذ بداية الأزمة ومنذ إعلان فريق البحرين واللجنة التنسيقية التي هبت من البداية وهذا يحسب لمملكة البحرين بأنها بدأت مبكرا صحيح وهذا الأمر اللي جعل نسبة التعافي في مملكة البحرين الثانية على مستوى الدول هناك وعي وإداءة أزمة حكيمة من غيادة حكيمة من فريق متميز صحيح وهذا جعل الحمد لله البحرين في مصاف الدول المتقدمة والأولى اللي واكبت هذه الأزمة والحمد لله راح نعبرها بسلام يا رب هناك جهود هناك وعي كبير من المواطنين صحيح هناك جهود كبيرة مبذولة من الحكومة فعندما تجتمع هذه الجهود وهذا الوعي إن شاء الله بفضل الله راح نعبر الأزمة بإذن الواحد الأحد استاذ يعني أنتو قمتوا بدور تثقيفي ودور توعوي وأيضا دور تطوعي يعني في هذه الفترة يعني خل نتكلم عن أبرز المبادرات اللي قدمتوها أنتو كجمعية نعم نحن قمنا مبادرة دولية قمنا ندوة مرئية على مستوى مطوعين العالم وقال الهدف دور الحكومات في التصدي لأزمة كورونا واتخذنا مملكة البحرين نموذج وعرضنا للمشاركين في الندوة من الدول العالم الدول اللي قامت في مملكة البحرين باستعراض قامل كان هناك إعجاب شديد وإشادة من هذه المشاركين في الندوة وقالوا لازم تكون مملكة البحرين تجربة يحتذى بها كل الدول نعم بما قامت به من دور كبير جهد حكومي جهد رسمي جهد أهلي فقامت مملكة البحرين تمييزها نعم أغمنا بإصدار بشكل يومي بوسترات توعوية قام بالتعاون معنا الدكتور الأديب السعودي فهد بن حمد المغلوس وهذه البوسترات في الولاء للوطن وفي التوعية بكيفية نقي من فيروس كورونا نعم بشكل يومي نرسلها في مواقع التواصل الاجتماعي وتعدد حتى مملكة البحرين نعم أغمنا بإصدار أفلام تثقفية وأفلام خاصة اسمها شكراً فريق البحرين وهذه يقدموا الجاليات الجالية الهندية الفلبينية الجاليات العربية شكراً فريق البحرين للملقوه من عناية ولملقوه من اهتمام كأنهم في بلدهم نعم مملكة البحرين تقدم العناية في توجهات من جالة الملك الله يحفظها لكل من يعيش على هذه الأرض نعم لا فرق بينا مواطن ومقيم صحيح الخدمات الصحية وكل خدمات للجميع صحيح يعني علاوة على هذه الأمور التي قدمتها قدمتها والرسائل التوعوية قدمتها والأفلام التثقيفية والندوة الدولية والندوة الدولية كذلك بالمنصة طبعاً الإلكترونية خلنا نتكلم وخلنا نوقف أستاذ عند المنصة التطوعية يعني هناك حضور كبير من قبل الشباب مثل ما ذكرنا في البداية نعم أنتوا شون كان حضوركم في المنصة التطوعية نحن طبعاً من أول ما تم اعلان التسجيل سجلنا نعم وأبدأوا كل أعضاء جمعية بأنهم استعدين للعمل بأي وظيفة أي مكان نعم حتى لو 24 ساعة وشجعنا أيضاً الجمهور أرسلنا حتى الرابط على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يسجلون طبعاً نحن نفتخر بأننا نكون من أولاً المسجلين وعندنا الشباب الآن في مواقع العمل التطوعي في الجهات الرسمية لأننا نحن دائماً نتقيد في الأمور الرسمية ممتاز طيب شنو هي الأسامات التي قدموها الشباب طبعاً أول شيء في البداية قام مجموعة من المطوعين بتعقيم دول عبادة نعم ثم توزيع الكمامات وأدوات الوقاية على الأموال الوافدين وعلى المواطنين نعم ثم قاموا الشباب أيضاً بالإجراء التثقيفي نعم وتوزيع المطويات والبوشرات التثقيفية بالحل من انتشار كورونا إضافة هناك شباب في مواقع التطوع الموجودة الرسمية نعم بحسب يعني اللي عرفه أنه بكرة بصادف الذكرى الثامنة طبعاً لتأسيس الجمعية يعني خلنا نتكلم عن نقول مجمل الإنجازات الوطنية اللي قمتوا بتقديمها عمرها ثمان سنوات من شاء الله الحمد لله طبعاً بداية احنا نشكر غادتنا رشيدة اللي دائماً نتقدم الدعم لكل الأعمال التطوعية والاجتماعية في مملكة البحرين جمعية البحرين العمال التطوعية والآن تحتفل بمرور سبع سنوات والسنة الثامنة قد إن شاء الله لهذه السمات كبيرة على المستوى الوطني أقامت مؤتمرات دولية ومؤتمرات محلية قمنا مؤتمر كبير مع مؤسسة الأميرة سيدة من تعبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي وحضره وحضره 21 دولة أجنبية وعربية هذا بحجزاته يحسب لمملكة البحرين بأنها رائية العمل الاجتماعي ورائدة في العالم واستعرضنا تجارب بحرينية وأعمال بحرينية انبهروا فيها الحضور من الدول القربية والعربية بالمستوى الكبير اللي وصلت فيه مملكة البحرين نعم أستاذ عبد العزيز السندي أنا أشكرك جزيل الشكر وحييكم طبعا على هذه المبادرات الوطنية القيمة اللي كلا تصب في صالح مملكة البحرين وأبناء هذا البلد شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الله يبارك فيه شكرا السادة شكرا يعني مشاهدينا طبعا مثل ما لاحظنا شباب البحرين الأوفياء أثبتوا بأنهم دائما جاهزين وهما الرقم الصعب في كل معادلة وهما على أتم استعداد لأي عمل تطوعي يخدم هذا الوطن الغالي والمجتمع ونهم رهن إشارة الجهات الرسمية في مملكة البحرين لأي عمل وذلك لرد جزء من أفضل الوطن ومساندته ودعمه خلونا ننتقل إلى الفقرة الثانية إيمانا من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بدور المرأة البحرينية في نهضة الوطن وما تمثله من مدرسة في صنع الإنجاز وتنشئة وتربية الأجيال المتعاقبة جاءت المكرمة الأبوية إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقديرا من جلالتها حفظ الله ورعاة للمسؤوليات النبيلة للمرأة البحرينية في تربية الأجيال ورعاية أسرتها ومرعاة من جلالتها للاحتياجات الأسرية أثناء هذه الفترة الاستثنائية خلونا نتابع ومشاهدنا هذا التقرير السبري إعادة للمغاية جديدة حلوة أنه يعني الواحد يسوي شغلة من البيت منها له أن الشغل ما يتعطل أنه إحنا قاعدين نباشر شغلنا نتابع في شغلنا وفي نفس الوقت إحنا نكون متطمنين على صحتنا على صحة الأطفال صحة الناس الكبار اللي قاعدين إياهم في البيت ونكون متزمين بالحضر طبعا بالنسبة إلى تنظيم الوقت تقريبا يكون صعب تنظيم إذا كانت واحدة قاعدة في البيت وإياها أطفال أو إياها مسؤوليات ثانية في البيت بس بالنسبة إلي تنظيمي إلى الوقت كان أني أقسم يومي وأحاول أنجز أكثر شي لما يكونون أولادي نايمين أو يكونون مشغولين في أشياء مثلا يلعبون أو شي بالنسبة لي شخصيا مع أزمة كورونا أول شي سويت أن أنا حددت يومين في الأسبوع مدة ساعتين أستغمر فيها استشارات نفسية أولاين وبديت أراجع بعض الكتب اللي متخصصة في مجال شغلي في مجال علم النفس كأم أول شي سويته أن أنا ما غيرت نظام بناتي في النوم وهاي أهم خطوة لازم تسويها كل أم صحيح أنا ما قاعدهم الساعة 6 نفس أيام المدرسة بس أنا قاعدهم الساعة 8 يقومون يساوي الريون نقوم نسوي بعض الواجبات إذا قام فيه واجبات أونلاين نقعد ندرس مرة ثانية نقعد نسوي بعض الأنشطة مثل الرسم مثل تنمية بعض المهارات عندهم أخليهم يمشون في البيت عدد خطوات معينة عشان يحركون الدورة الدموية عندهم صارت علاقتنا أكثر قرباً وأقل اعتماداً على شغالة في اللي خص احتياجاتنا اليومية من أكل وشر فصاروا يتحركون أكثر هاي من ناحية من ناحية ثانية خليت بعد نومهم يكون من وقت بعد قبل خلوا يناومون على الساعة 8 ونص 9 ساعة حين يناومون ساعة 9 ونص فالوقت اللي من الصبح لي هاي الحزة 9 وشي يكون عندهم أنشطة متنوعة لدرجة أن أنا حين حتى بنتي صارت الدور أنشطة وصارت أيتها بتعلمني اليوغا تعلمني الرياضة على أساس أنه نغير جو في البيت شاهدين للحديث عن أثر مكرمة جلالة الملك والتي تنص على عمل الأم العاملة في المنزل معي عبر الهاتف الأستاذة فهيمة درويش رئيس جمعية المرأة البحرينية نسأل خير أستاذة نسأل نور أختي نستيش بالخير أختي أهلا وسهلا فيك أشكر تلفزيون البحرين ومقدمة البرنامج القديرة والقائمين على أداد لإتاحة الفرصة اللي يتحدث في هذا الموضوع الله يعز شانتش يا أستاذة أستاذة شوني شفتي اليوم هذه المكرمة الأبوية الطيبة في إعطاء المرأة البحرينية العاملة والأم الأولوية في الجلوس في المنزل والعمل منه أجده كان قرار سامي جاء في توقيت طائب ومستجئد ينطلق من رؤية حكيمة وقاية إنسانية رفيعة لتؤكد المكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية وما تقوم به من مسؤوليات وواجبات وما حققته من إنجازات متميزة على جميع الأسال ويعني طبعاً هي تقوم بالنهضة يعني مشهود لها دورها في نهضة الوطن يعني مثل ما نقول أنه يؤكد هذا اهتمام الملك بالمرأة البحرينية وتطلعات شعبه جاءت هذا القرار ليؤكد هذا الشيء وحرثت دائم على يعني مثلاً إحاطتهم بمشاعره الأبوية وتوفير كل ما يلزم لاستقرار وحماية الأسرة البحرينية نعم استاذة يعني باعتقادة ما هي إنعكاسات عمل المرأة في المنزل يعني خصوصاً في ظل هذه الظروف الإعكاسات يعني طبعاً هي في البداية مثل ما يوضح لش قبل أنه كان المرأة مضغوطة في العمل خارج البيت نعم يمكن هي ما كانت على استعداد تام لرؤية أطفالها نعم بس بهذه المكرمة خلال العمل في البيت أعطى المرأة الحق يعني ترعى أولادها صحيح أحياناً لسبب الضقوطات والعمل صحيح صحيح بس في ظل هذه الأزمة وهذا التوجه يعني قام به جلالة الملك المفدد انعكس كثير على المرأة العاملة والأم فنرى أن هذه الأكاسات مثل ما قلتك أولاً قربت الأسرة من بعضها ولذلك لتواجد الأم في المنزل بما خلق جو أسري أكثر من السابق وتقليل المشاكل الزوجية ويعني ساهم في متابعة الأم لدراسة الأبناء لوجودها في البيت وهيئة لهم الجو الدراسي اللي مفروض رقم الصعوبته يعني أنا صراحة يعني أرى أن المرأة العاملة الحديثة في البيت مع أبناها يعني عندها ازدواج وظيفتين تقريباً صحيح هي بتتابع دروس الأطفال من خلال الخلط الإلكتروني نعم اللي قاعد يصير البوابة الإلكترونية اللي يسمونها ما بعض الضغط ومتابعة دروس الأطفال في وقت معين إلى جانب عملها كموبطة من خلال البيت نعم يعني مع ذلك بعد أعطى هذه فائدة للمرأة إنها تتابع وتحافظ على إسرتها من خلال هذا الجو العام اللي قاعد يصير بسبب انتشار فرص فيروس كورونا نعم أستاذة شنوع هي أهم الرسايل الإرشادية اللي حرست وأنكم يعني تنقلونها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي نحن دائما يعني حرصنا على أساس أن يكون هناك مثلا نعمل نماذج توعوية للتوعوية نعم تحمل مثلا الإرشادات فعملنا النماذج يعني مثلا عملنا فيلم معين فيلم يحمل عدنا فيلم موضح تعليمات عامة للمسافرين ممتاز وطرق الحد من انتشار الفيروس نعم والوقاية منه هذه كلها يشمل الفيلم وهناك فرق يعني في الفيلم فيلم نشر على وسائل التواجد هذا التواصل الاجتماعي فكان هناك توضيح الفرق بين يعني مرض الإنفلونزة نعم والفيروس العراض عشان الناس تنتبه إذا قاد هذا المرض شلو العراض يعني في بعض النطوان اللي كان يفتكرون أن هذا الإنفلونزة بس بعض فيه هناك نضوح بهذا الشي نعم وعملنا بسطرات مو بسطرات يعني هذا النماذج اللي عبر التواصل الاجتماعي كلها إرشادات يعني نصائح نعم يعني يعني للناس منها آخر نموذج عملنا اليوم من أمس يعني نحاول سبوع الصحة نعم أنا أشكرت جزيلة الشكر السادة فهيمة درويش رئيسة جمعية المرأة البحرينية شكرا لك على المشاركة مشاهدين يعني فعلاً هذا القرار الحكيم يدل على الروح الأبوية اللي يغمرنا فيها جلالة الملك الله يحفظه يبرز اهتمامه دائماً بالمرأة ومراعات يعني خصوصيتها تواجد ابنائها في البيت يعني وجودها في البيت في هذا الوقت أمر هام لاستقرار العائلة بشكل أساسي كذلك يعني حفظاً لسلامتها وصحتها الله يحفظ جلالته ويجعله دخر لهذا الوطن أحين خلونا ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها هاشتاغ الراي معاكم في البيت حصل على الكثير مشاهدين من التجاوب ولله الحمد مو بس في مملكة البحرين وإنما أيضاً في الخليج تلقينا عدة مشاركات أسعدتنا جداً وهي من أشقائنا وأهلنا وزملائنا من دول مجلس التعاون خلونا نشوف هذه الفيديوهات الجميلة اللي فعلاً أسعدونا فيها وبنرجع نكمل معاكم كيف نستغل وقتنا؟ أول شي لازم نسوي لنا برنامج فبين التلفزيون والقراية وشوي ماشي في البيت أو رياضة نقضي وقت مع العائلة جلسات تأمل أنا أعرف أن هذا الشي مثالي تفكرونه بسراحة ما لنا خيار إلا أن نحن نعيش بأفضل حال ونراعي شو ناكل عشان ما يزيد وزننا فأتمنى أنكم تحتمون في نفسكم وفي صحتكم وخلكم في البيت أنا من الكويت وحبيت أشارك في هاشتاغ الراي معاكم في البيت لكل أخواني وعزوتي في مملكة البحرين الشقيقة إذا كنت تبي تحمي نفسك وتحمي أسرتك أقعد بالبيت إذا كنت فعلا تبي تحمي البحرين ضروري أنك تقعد بالبيت أخوكم محمد الوسمي مقدم برنامج ليالي الكويت يعطيكم العافية جهود مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا جهود تشكر عليه من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول وهالشي ليش؟ للمحافظة على مواطنيها ومقيميها والمطلوب منك أنتك يا رب إسراء أنك تقدر هذه الجهود وتلتزم بالتعليمات والتوجهات اللي تطلع من الجهات الصحية للمحافظة عليك وعلى إسرتك اقعد في البيت على شار إسرتك الراي معاكم خليك في البيت فرح شمال السلام عليكم وياكم أخوكم محمد المهيري طبعا أنا أشهد بهاشتاغ الراي معاكم في البيت طبعا كنا ناشد الناس أن يظلون في البيت مثل ما يقولون يعني الوقاية خيرة من العلاج الواحد دائما يأخذ احتياطاته يحاول يعني أنه يلتزم بتعليمات دولته وحكومته في البيت نقدر نسوي أشياء وايد ممكن الواحد يقول أنا أمل في البيت لا تقدر تسوي أشياء وايد ممكن تسوي رياضة في البيت ممكن تسوي تمارين متنوعة ممكن تقرأ لك أي كتاب أي قصة ممكن تشوف أي برنامج في التلفزيون عندك كتاب الله ما في أحسن من كتاب الله قرأ قرآن اذكر ربك استفيد من الوقت صدقنا بتحصل أشياء وايد أنت كنت غافل عنها ممكن تسويها في بيتك وكل هذا من أجل صحة الجميع وفي النهاية نحن نقولكم خلكم في بيتكم يعني أنا فعلا ممتنة لكل زملائنا وأهلنا وحبايبنا من دول الخليج يعني اليوم يمكن هذا الظرف الاستثنائي هو على الكل الذي يمس البحرين يمس الكويت الذي يمس الكويت يمس السعودية شعودية يمس السعودية يمس الإمارات هذا إحنا الي تعودنا عليه يمكن ترجمنا هذا الشيء كله يعني من خلالطبع يتم الفيديوهات المشاهدين�� avercych eviden القرأ أنا أشكر كل من للمستشارة الاجتماعية الإماراتية الأستاذ هالا كاثم وأيضا الإعلاميين من الكويت الأستاذ محمد الوسمي والأستاذ مفرح الشمري والإعلامي الإماراتي كذلك tender الله ومحمد المهيري على كل هذه الكلمات الجميلة وحرصهم على أبناء وشعوب الخليج كلنا في مركب واحد والله يحفظ الجميع يا رب مشاهدين نحن بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل معكم حكو الله من جديد مشاهدينا نحن على مدى يومين طبعا عرضنا لكم مجموعة من أصحاب المشاريع الإلكترونية اللي قدموها طبعا شباب منصات هامة ومفيدة يعني في هذه الفترة واليوم أيضا معانا شابة بحرينية تمتلك منصة إلكترونية تميزة في القطاع الصحي معاي دكتورة نهلة السني عشان تتكلم أكثر عن هذه المنصة أهلا وسهلا فيش دكتورة دكتورة نهلة لو تكلميننا عن دور المنصة اللي قدمتها مساء الخير اسكي هيا معاتش دكتورة نهلة سني شريك مؤسس في تطبيق دوكوير تطبيق دوكوير هو منصة إلكترونية تسمح للتواصل بين المستخدمين والأطباء واستشارتهم حاليا احنا مواصرين موضع إلكتروني اعتبر دليل شامل عن الأطباء والعيادات ومعلومات عنهم وان شاء الله خلال الشهر القادم راح يكون متوفر عندنا تطبيق دوكوير اللي يسمح للاستشارات بين المستخدمين والأطباء عن بعد شون كانت تجاوب الناس مع المنصة الدكتورة؟ طبعاً ما كدر نلاحظ حالياً أن قيادتنا الرشيدة وطريق البحرين بعد يعمل على جمع الناس داخل بيوتها وأنهم يكونوا المتواجدين داخل منازل لحمايتهم من وباء كورونا فوحدة من القرارات اللي اتخذت في الحسبان أن نوجس أي زيارة للعيادات في المستشفيات إلا لحالات الضرورة وخصوة ففي حالات الاستشارة نستخدم هذا التطبيق ونستخدم من هذه المنصة حلقة وصل بين الأطباء والمستخدمين إذا كان عندكم أي استشارة تقدرون أن تدخلون على جفة وتستشيرون الطبيب وفي نفس الوقت راح يكون عندكم علاجكم من جهة موثوقة عشان ذات في نفس الوقت نفتعد عن الإشاعات اللي موجودة نعم كل الشكر لك الدكتورة نهلة احنا أكيد يعني فخوري فيه فخوري في كل شباب وشابات البحرين اللي بدلوا مجهود أكيد واخدموا الناس في هذه الفترة تحديداً وتوجه بالشكر أكيد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اللي قدمت الكثير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشاهدين الحديث أكثر عن الجهود هذه معاي على الهاتف في الأستاذة شيخ الفاضل مدير إدارة تنمية أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة مساء الخير أستاذة نعم السيد ربي بالخير اختهي ومثل بالخير عن الجميع المشاهدين أهلا وسهلا فيك حياة شاء الله في البداية أستاذة إذا تكلميننا عن أهمية هذه المنصات أو المنصات الإلكترونية تحديداً في هذه الفترة الاستثنائية إن شاء الله طبعاً مع أزمة الكوبيد 19 اللي أسأل الله السلامة فيها للبحرين وأهلها أزمة كان لها أثر واضح على الجميع لكن لكل أزمة هناك جانب إيجابي والإيجابي بالقطاع التجاري كان استهار التجارة الإلكترونية وبعض المنصات اللي كان تأتيك من قدر رواد أعمال بحرينيين شباب استفادوا من الأساسيات الموجودة في القطاع التجاري وتمكنهم أنهم يأسسون منصات تناثب في جودتها المنصات العالمية وإحنا طبعاً نطمحنهم بالتطوير والتحسين المستمر نعم لما نحن نتكلم عن المنصات الإلكترونية المنصات الإلكترونية صار لها دور جداً هام في تحديد ملامح التجارة القادمة والسياسات التسويق والتصدير وإحنا نعتبرها أداء ومحرك أساسي بالتطوير والإبتكار سواء الله تتكلمين لنا أيضاً عن دوركم في دعم هذه المنصات اللي قاعدين نشوفها يعني يمكن كل منصة لها جانب معين ولها فكرة وإبتكار محدد في مجال معين أنتوا دوركم في دعم هذه المنصات شلون بيكون؟ طبعاً المنصات هذه حلقة لما نتكلم عنها ما بتكون بس القطاع التجاري هي تعددة المجالات ممكن تكون في الطبية أو التعليمية والخدمية والإبداعات ما رح تتوقف إحنا كمزارة الصناعة والتجارة والسياحة عندنا طبعاً خلنا نقول اهتمام كبير القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوقفة اللي يعتبرون يشكلون جزء كبير من الاقتصاد البحريني نعم احنا من ضمن الخطة اللي ركز فيها على ثمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة عندنا خمسة احداث استراتيجية اللي طبعاً أي مؤسسة ناشئة أو صغيرة راح تحتاجها بحيث أنها على أعزاث تستدين ومنها الحصول على التمويل والسيولة والوصول إلى الأسواق تبسيط بيئة الأعمال وتعديد تنمية المهارة وتشجيع الاكتكار وعندنا حالياً عدة مبارات مشتقل عليها بهذه الخطوط والمبادرات مستمرة بالرغم من التحدي الموجود حالياً لكن بإذن الله نسأل الله العظيم أنها أزمة وتعديد بإذن الله لكن هناك تطور كثيراً بإذن الله بيسترخل خطوات القاتلة يا رب قبل ما نختم أستاذ شنا هي الرسالة التي تحبين أن توصلينها لأصحاب المشاريع الرسالة تكون صعبة أني أختار كلمات في هذه الضروط الاستثنائية التي تمر فيها المؤسسات الصغيرة مثلما في تمثل جزء كبير من الأستاذ البحرين لكن أنا فخورة جداً أختهيها بالحزم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة لأنها تعتبر من أقوى الحزم إذا حلمت قارنها بالدول الكبرى والمتقدمة لكن المؤسسات في ظلها الوقت لها دور والدور يكون في مراجعة سياساتها مراجعة طريقة التسويق ودخال التكنولوجيا في معاملتها وبالذات التسويق الإلكتروني والحرص على استمراريتها الوضع فيه تحدي لكن بعونا الله أزمة وتعدي ونسأل الله التوفيق والتيسير للجميع اللهم أمين كل شكر لك أستاذة شيخ الفاض المدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شايرينا كل شي صار في حياتنا إلكتروني أفكارنا صارت إلكترونية مجالاتنا صارت إلكترونية نعيش حياتنا بشكل إلكتروني خصوصا في هذا الوقت هذا الجانب مهم أن يثري ويفيد الناس في هذه الفترة طلباتنا صارت أونلاين لما نشتري حاجاتنا الغذائية أونلاين هي حاجة ولكن ولله الحمد مثل ما ذكرنا شبابنا كانوا موجودين وحاضرين في أسرع وقت يعني ممكن لبوا طلبات الناس جميعاً وأسأل الله إن شاء الله أنه يحفظكم كلكم إن شاء الله هي أزمة نتعداها بسلامة يا رب وصلنا معكم لختام حلقة اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة